عيشوا احرارا هناك نوعين من الاعمال اعمال حرة واعمال عبدة الموظف عبد عبد من هو العبد في الزمن السابق العبد هو شخص يملك شخص اخر يتحكم به ممنوع العبد يدخل ويخرج الا باذن سيده ممنوع سافر الا باذن سيده ممنوع يصدر قرار ولا يتصرف الا باذن سيده وسيده يعطيه شوية فتات يعيش عليه في السابق يسمونهم عبيد الان سابق الموظفين هل يستطيع الموظف ان يدخل ويخرج بدون اذن سيده هل يستطيع ان يسافر بدون اذن سيده هل يستطيع اتخذ اي قرار بدون اذن سيده والمبلغ اللي يعطونكم عليه يعطوكم اياه في نهاية الشهر هل يسوأ عقولكم وتدريبكم ودراستكم كل هذه السنين اذا هي عبودية فاذن لا تفكروا في الوظيفة الوظيفة اعتبروها فترة تدريب ما في مانع واحد ياخد وظيفة ثلاث خمس سنوات يتدرب يتبرى تدريب لك اعملوكم مشاريع الذي ينهض بكم وينهض باسركم وينهض بكل البلد هو القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي فهذا مبدأ اساسي في كل البلاد في كل مكان عندما يكون الناس منتجين وليسوا عالى على الدولة عندها يكون انتاج حقيقي ففكروا في الانتاجية فكروا في العطاء فكروا في هذه المعادلات